بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لشرح مادة المساحة الشابتر التاني اللي هو الخاص بنظرية القياسات والأخطاء الناتجة من هذه القياسات الجزء الرابع ده مهم جدا وهو عبارة عن مجموعة مسائل محلولة على نظرية الأخطاء نبتدي بالمثال الأولاني المثال الأولاني بيقول لي عندي حط مستقيم أو مسافة ما بين مقططين A و B هذه المسافة استهى على ثلاث أجزاء مختلفة S من A إلى 1 وبعدين من 1 إلى 2 وبعدين من 2 إلى B كل مسافة من دول الدهالي والداني مقدار الخطأ فيها المسافة الأولانية تساوي الرقم ده زائد أو ناقص مقدار الصخة فيها ومقدار الخطأ فيها 12 ملي وبعدين دي المسافة التانية 28 ملي زائد أو ناقص المسافة التالتة زائد أو ناقص 20 ملي كويس جدا طيب إيه المطلوب بيقول لي احسب لي طول هذا الخط ومقدار الخطأ في المسافة الكلية من A إلى B المسافة الكلية من A إلى B هو عبارة عن مجموع التلات مسافات دول يبقى أجمع المسافة الأولانية زائد المسافة التانية زائد المسافة التالتة تطلع لي 3055.16 متر ده المسافة ممتاز جدا طيب مقدار الخطأ في هذه المسافة هل بقى هي الـ 12 ملي ديت ولا 28 ملي ولا 20 ملي يقول لي هارجع أطبق في القدون اللي قدناه في الجزء التالت اللي هي الـ error يساوي الجزء التربيعي زائد عناقص الجزء التربيعي لمقدار الخطأ الأولاني تربيع زائد مقدار الخطأ التاني تربيع زائد مقدار الخطأ التالت تربيع ليه؟ لأننا جمعت هنا مجموعة من الـ variables يبقى مقدار الخطأ يساوي الجزء التربيعي يبقى أنا خدت الرقم الأولاني يربعته اللي هو 12 من 1000 ودي 28 من 1000 ودي 20 من 1000 يطلع الناتج زائد أو ناقص 36 من 1000 متر ده معناه أن الـ L المسافة الكلية تساوي 3055.16 زائد أو ناقص 0.036 الناتج هنا بالمتر ده المسال الأولي المسال التاني المسال التاني بيقول لي مسافة 100 متر قيسة بمقدار خطأ قدره يساوي 2 من 100 لما يقول لي مسافة قيسة وما قالش بإيه وقال هنا تيب ده حتى كمان التيب طالما ما قالش طوله قد إيه يبقى معروف هو طوله يساوي 20 متر بس ما علينا هو أس مسافة 100 متر المسافة الميت متر دي فيها مقدار خطأ قدره يساوي كم زائد أو ناقص 2 من 100 من المتر طيب وبعدين قال لي بنفس الطريقة اللي أتأس بيها دي الميت متر أس مسافة تانية أكبر شوية 500 متر يا ترى مقدار الخطأ في المسافة دي أديه أقول طيب تعال بقى هنا الميت متر دي مقدار الخطأ في الميت متر كان 0.02 هو اللي قايل طب الخمس تلاف متر دي كم وحدة من المية تقول لي هقسم كده خمس تلاف عالمية يديني عدد الوحدات يروح مع السفرين دول يبقى خمسين جزء معنى كده معنى كده أنه هو أس خمسين مرة وجميع المرات متساوية لأن بنفس التكنيك أو بنفس الوسيلة اللي أس بيها اللي هي الميت متر يبقى كأن الإي هنا زائد أو ناقص إي سكوير مضروبة في إن إن هنا بخمسين أهي والإي اللي هو مقدار الخطأ في المية لوحدها اللي هو الدهاني 2 من 10 تطلع تساوي زائد أو ناقص 14 من 100 من المتر الفرق بين المثال دوت والمثال اللي قابله إن هنا الخطأ ثابت لكل 100 متر القيمة متساوية إنما المسافة اللي فاتت لو حضراتك فاكرين من إيه إلى واحد ومن واحد إلى اتنين ومن اتنين إلى بيه كان كل مسافة من دول قيمة مختلفة بستاندرد فييجن أو بمقدار خطأ مختلف وبالتالي ما أقدرش أقول للإن زي ما عملتنا المثال الثالث مسافة اتقاست عشر برات زي ما هو عندي إذا ومطلوب مني إن أنا أحسب المسافة المست بروبابل فاليو لهذه المسافة هي والستاندرد فييجن بتاعها اللي هي السيجما خلي بل حضراتكم من حاجة فيه سيجما وفيه سيجما نوت أولا هجيب المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي هيساوي مجموع هذه القيم مقسومة على عددها اللي هي إن اللي هي بعشر فهجيب المجموع الكلي وأقسم على عشر زي ما هو موجود عندي هنا المست بروبابل فاليو مجموع الأرقام دي كده طلع يساوي خمس تلاف تلتمية أربعة وتمانين ونص على عشرة يطلع خمسمية تمانية وتلاتين خمسة واربعين من مية هذه هي القيمة الأكثر احتمالة هجيجيب الريزيديولز عبارة عن المتوسط الحسابي دوت ناقص الرصدة دي لما اكتب ده ناقص الرصدة دي النتج يطلع بناقص واحد من عشر نفس الكلام القيمة دي ناقص ديت يطلع ناقص اتنين من مية وهكذا كويس جبنا الريزيديولز ديات اللي احنا بنسميها فيه يقول لي على نفس الجدوة الهاتلي فيه سكوير ربع كل قيمة من دول يطيني فيه سكويت سيجما تساوي سيجما فيه سكوير على ان في ان ماينس ون ايه سيجما دي بقى سيجما دي ده الستاندرد فيجن او مقدار الخطأ في اي رصدة من دول ده مقدار الخطأ او مقدار الثقة في اي رصدة من دول بس انا في الاخر انا ما بستخدمش اي رصدة من دول انا بستخدم المصد بروبابل فاليو دي يبقى انا في الحالة دي هجيب حاجة كمان نسبها سيجما نوت ودي بتساوي سيجما على جزر ان يعني بتساوي او بوينت او تمانية على جزر عشر او اقدر اقول انها تساوي نفس القانون ده الجزر التربيعي لسيجما في سكوير على ان في ان ماينس ون ده يديني ايه ده يديني سيجما نوت اللي ستاندر ديفيجن فور ارثماتيك مين يعني انا عندي تو ستاندر ديفيجن ستاندر ديفيجن فور اي اي رصدة من دول اللي هي سيجما والستاندر ديفيجن تانية بنسميها سيجما نوت او اللي ستاندر ديفيجن فور ارثماتيك مين او فور the most probable value المثال الرابع والاخير ان شاء الله تطبيق على المساح عندي خطة أرض مستطيلة الشكل A و B قسط المسافة A و قسط المسافة B لما قسط المسافة A هافطرت زي ما عملنا في المسال اللي قبلها كده استقع عدة مرات وجبت الطول متوسط الحساب اللي هو المصر بربع بالفاليو وجبت سيجما نوت بتاعته لل A وال B فأصبح عندي أدي الطول ودي الستاندرد فيجن بتاعه ودي العرض ودي الستاندرد فيجن بتاعه مطلوب إيه مطلوب بيني الاريا ومقدار الخطأ المتوقع في هذه الاريا أقول والله أنا أعرف مساحة مستطيلة عبارة عن حصل ضرب الطول في العرض أدي الطول ودي العرض طلعت المساحة بالمتر المربع طيب الستاندرد فيجن يقول لي المعادلة دي ما هيش مجموعة بتوني تقول لي يعني إيه أقولك يعني ما قدرش أقول زائد أو نائس الجزء التربيعي للرقم الأولاني تربيع زائد الرقم التاني تربيع أمال هنا أقول لك في الحالة دي هي التفاضل الجزء عبارة عن الدلة الأولى في البرشل ديفرينشيشن للدلة التانية تربيع زائد الدلة التانية في التفاضل الجزء للدلة الأولى تربيع الأولى في تفاضل التانية زائد الدلة في تفاضل الأولى فاكرين إحنا طبعاً الكلام ده فحطت القيمة الأولانية هي تربيع وخطت مقدار الخطأ في القيمة التانية بس حطتها تربيع وبعدين نفس الحكاية خطت القيمة الأولانية التانية عاسف بقى في القيمة التانية تربيع يطلع ليه ده مقدار الخطأ بالمتر المربع تانية تربيع